وصفة اقراس الكفتة المحشية بطاطا مطبوخة بسلسة لطحنية ان الوصفات الكتير طيبة بس نحب نعمل كفتة بطحيني ما بحب افردها بالصانية انا دايما بتكش وبتنكمش على بعضها وبتقل انا بعملهم هيك اقراس وكل اللي بياكلهم عندي بفكرهم اقراس كبه باللبن هي اقراس كفتة محشية بطاطا وبحمرها بالفرن بزيت الزيتون ومنكمل طبخها بسلسة لطحنية ومنحط على الوش لوز مقلي سنوبر وشوفوا الصلصة ما شاء الله قوامة كيف ممتاز بعمل عجنبا رز مفلفل بشعيرية وكمان عامل صنية كفتة بصلصة البندورة والبطاطا لللي بحبها وهي دا الرز للكفتة بطحينة او للكفتة بالصلصة زي ما انتو بتحبوا وبترغبوا كمان هون انا بعملها اقراس مع بطاطا وبندورة كتير طيبة وسهلة وبسيطة فكرة هاي دا الكفتة تعطيكم كمية اكبر وكمية بتكون راهية للعينة اللي ما شاء الله او بتقدميها كطبق تاني على بسفرتك بعزيمكم بمناسباتكم كتير فكرتها حلوة بالتقديم وكتير طيبة وبتعطيك كمية ما بتقل عندك ابدا اول شي خلطة الكفتة انا جهستها من اللحام كيلو لحم خروف ناعم عليه بصل مبروشي بحجم البيضة ورشة بقدونس بحط لهم ملح وبهارات مشكلة من مجموعة بهاراتي مع لقتين اكل زيت زيتون وبدعك خلطة الكفتة طبعا لحم خروف عربي مفروم ناعم بيكون مدهن دعكت الكفتة مع البهارات المشكلة وزيت الزيتون والملح وصارت عندي الخلطة جاهزة بهيدي الطريقة خلوها بالتلاجي ساعتين ومنبدأ قليت بطاطا مربعاتي كتير صغير ودهنت ايدي مسحة زيت وبياخد الكفتة والبطاطا لا عليها ملح ولا عليها بهار ولا شي لانو انا ملحت الكفتة منحط هيك وطع البطاطا المقلية مربعات صغيرة ومنكورهم طبعا انا بحب اعملهم على شكل قرص كبة بتقدري تعمليهم كور اللي ما بتعرف تعملهم بشكل قراس الكبة اعمليهم كور ما بيأسر رحشيها بطاطا وسكريها على بعضها وعمليها كور واللي بتعرف تعمل قرص الكبة تعمل الكفتة شوفه لا حطة برغل ولا حطة ابهارات كتير ولا اضافات ولا ملحت ولا بهرت البطاطا بس بطاطا مقطعة مربعات صغيرة ومقلية وعملنا الكفتة مثل القرص الكبة شايفين شكلهم كيف انا رح صوركم كذا حبي عملتها علشان تكون فكرتها كتير سهلة زي ما قلت يا بتكوريها يا بتعمليها بقرص الكبة انا طبعا بعملها مثل القرص الكبة لما بقدمها مع صلصة لطحنية الكل بيفكر انها كبة باللبن بس هي كفتة محشية بطاطا بتقدر تعمليهم باي صلصة انت بتحبيها باللبن او باللطحنية او بالبندورة متل ما بدك جهستن كل قرص الكفتة عندي صاروا بهيدا الشكل شايفين احجامهم شفتوا شكلهم شو حلو بالتقديم وهيدي اخر حبة علشان كتير صبايا لما صورتها على سنابي طلبوا اني يكون الفيديو واضح وانا دايما فيديوهات اذا كانت طويلة اعتبروها دورة مجانية لكم بتتعلموا الخطوات كتير واضحة وبحب دايما يكون التعليم كتير واضح لالكم ونقل الوصف بكل تفاصيلة خلص جهستن وفيك لانا تكون اللحمة طازة شايفين محلاها بتعمليهم محشين وبتفرزيهم لاي ساعة البدك بتشيلي حطيتن على ورق زبدة مدهون زيت زيتون رشيتن سبري زيت زيتون فيكن تدهنون زيت زيتون وعلى الفرن حامي قبل عشر داي امشعلوا ما غطيتون لا تحمروا عندي بس تتحمروا الكفتة وصاروا عندي جهزين هلا اشوفوا كيف قوامهم وشكلهم هيك لازم يكونوا بعد التحمير لا تبالغوا بتحميرهم بالفرن شايفين درجة استوى الكفتة لا تبالغوا بتحميرها علشان ما تكون اللحمة يابسة وناشبة اول ما تشقر كافي صلصة لطحنية كوبين صلصة لطحنية عصير ثلاث حبات ليمون معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة توم مهروس اضافة الخل اختياري بحافظ على لونه ابيض تقريبا ثلاث معالق طعام لثلاث اكواب او معلقتين اكل خل ابيض الخل بحافظ على لون لطحنية واضافته اختياري انا حطيت ثلاث معالق طعام لكل كوب طحنية معلقة ونص او معلقة ما بيأسر ثلاث تكواب مي باردة وعلى طول منحرك لطحنية على النار ايه تكون ما توقفوها عن لطحنية عشان ما تفرط انتبهوا والمي انا بضيفها باردة مش سخنة ابدا منظلنا نحرك فيها اول ما تشوفوا صلصة لطحنية وصلت لدرجة انه صارت سخنة بدها تغلي منخفف النار على الاخر ومنبدأ نضيف فيها اراس الكفتة اللي شويتهم بالفرن لا تخلوا لطحنية تغلي اول ما تشوفوها عم بتطلع بخار وصارت سخنة والكفتة لا تبالغوا بتسويتها شقرت على طول طلعوهم لانه اذا كتير نشفتون وحمرتون بصيروا قاسيين ونشفين اللحم لاحظوا الصلصة ما عم تغلي حطيت كل اراس الكفتة ونزلت مية الكفتة اللي ترسبت عندي بالصنية من الشوي لنعزز طعم الكفتة بالطحنية شايفين كيف والنار خففتها لانا الطحنية عندي صارت سخنة اذا بالغتوا بغلي اللطحنية هون نزلت انا مية الكفتة راح تطلع معكم مرة ويتغير لونه ورح تجبل يعني راح تتقل وتصير كتلة لما تجي بديك تحطي منه وقت استكب بيكون منظرة مش حلو ابدا بتصير مثل كأنه قطعة واحدة حطيتنا على نار هادية وبقلب خفيف بالمعلقة الخشب بس نشوف لطحنية غليت اول غلوة الثانية طفات على طول ابدا ابدا ما بنصح حدا يغلي لطحنية على النار فترة طويلة اذا غليتيا مررت تقلت كتلت تعمل كتلة واحدة وبتصير لونه اصفر بتغير طعمها ابدا مش طيبة غلية الثانية انا على طول طفات شوفوا اسم الله يخز العين ما احلى هون حتى لو كانوا كور اذا كانت الكفتة جاي باللحمة طازة فيك تحشيها وتفرزيها ساعة اللي بدك من الفريزر وبتسقطيها باي صلصة بندورة طحنية لبن اللي بدك يا والكل رح يفكرها عندك بالعزايم او بالمناسبات او بالعيلة انك كبة باللبن بس هي حركة حلوة كفتة بطحينة لانه ما شاء الله هيك الكيلو بطعم عيلة وبتزيد اما لما منفرضوا بالصنية يا دوب قطع صغير ومنلاقيها كشت وشوفوا الصلصة هيك لازم تكون مازكة ببعضها وخفيفة اذا كانت تقيلة خفيفية بمي مغلية ما تخافي بس مش تغليها على النار انا يا بقليلة صنوبر بزبدة يا بقليلة لوز واللوز بحب يكون هيدا لشرائح رقيقة خلاص صفيتو من الزبدة هيك وسكبناهم بيعطوها طعم كتير طيب فيك ترشي رشت هيك بقدون استزين بسيط غصن يعني ما ترشي على الوش وقدميها مع رزم فلفل بشعيرية وقطعي عجنبها ليمون وحط بصل اخضر واستمتعي بقطيب وصفة كفتة بطحينة بركة بالطعم عيلة بتشبع بكميتها بتكون كافية لا بتكش ولا بتقل وبتريحك بالشغل وفيك تفرزيهم انت موظفة بتفرزيها لقراس بتحشيهم حبة بطاطا بتعملك صنية كامل اسم الله وبتقدميها وكمان حركة حلوة الكل حيفكرها كبه بلبن بس هي كفتة بطحينة جربوها سهلة وبسيطة ما بدا شي بدا بس شوي طولة بال وخطوات صغيرة انا دايما بحب طول صح بالفيديو بس بحب اعطي الوصفة حقها ما ينقصها شي واعتبروها دايما تعليم تستفيدوا وتحبوها وصفة الكفتة مع البندورة والبطاطا بهيدي الطريقة موجودة كمان بالقناة عندي باليوتيوب وبانستجرامي جات الخضرة دايما رفيق الصفرة عندي وشوفوا لما تسكي بيا بالصحن تاخدي ارس الكفتة ماسك مش فارد طعمته كتير طيبة وجواته بطاطا بشبع فحبيت اقدم هايدي الفكرة هلأ في ناس بتقول لي ولشو كل هايدي الغلبي ما نكورهم ونسقطهم بالطحنية ومع البطاطا اللي انت بترتاحه فيه ادموه انا هيك بحب اعملها دايما بحب اقدمها بهي الطريقة والصلصة ما شاء الله كميتها راهية عصرة ليموني عليهم انا دايما لازم اقدم معهم ليمون كفتة بطحينة او كفتة بلبن المرة الجاي منعمل كفتة باللبن بتقطعوها بتلاقوا فيها بطاطا من جوه جربوها علينا وعليكم بالعافية حبيبي كتير طيبة شايفين ما احلاها بالتقديم ومستوية ودي بدوب اللحمة اهم شي ما تبلغوا بتسوية اللحمة